كمان إنه الملف وسع قوي مبارا كلام على مخالفات مالية وكلام على مخالفات إدارية كلام على إهدار مالعام والكلام على مديونيات كلام على مستحقات متأخرة والكلام على عدم قدرة على توفير على رغم إننا اللي عرفوا في حدود معلوماتي ويمكن ده تنشر إنه دكتور أشرة صبحي اتدخل في فكرة المدير الفني الأجنبي فيما تعلق بالأجور طبعا مزارة الرئيادة لا علاقة لها على الإطلاق بتفاصيل وشؤون إدارة الكرة في مصر المسؤول عن دول منوط بالمهمة دي هو اتحاد كرة القدم المصري لكن كنوع من أنواع الدعم وكنوع من أنواع توفير الدعم المادي تحديدا الدكتور أشرف صبحي تطرق لموضوع ده وقال إنه إحنا أعرضنا إنه إحنا أقدم الدعم المالي للتحاد الكرة عشان يعمل الخطوة المهمة لكن في النهاية تسألني هتماشي إيهاب جلال سقطت إيهاب جلال طبعا سقطة يعني عنيفة جدا تدل على عدم إدراك وإحساس لا بخطورة الموقف ولا بأهمية التوقيت ولا بأي شيء الحقيقي والكلام في النهاية برضو عشان نبقى منتفقين لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بأسمها بعينها يعني هتقول لي ما شنا أهب جلال النهاردة وجبنا أجوارديولا وجبنا يورجن كلوب أقولك ما فيش حاجة هتحصل لو ما فيش رؤية ما فيش خريطة لمصر في كرة القدم على مختلف المستويات أنا أتكلم على مستوى المنتخبات بأعمارها المختلف ومنتخب أول مفترض يبقى فيه كمان منتخب تاني تحت المنتخب الأول ومنتخب شباب جاي للأربع خمس سنين اللي جايين وأروح لبيت كمان وأقولك بص على 2006 و2003 وفي نفس الوقت الأندية والمسابقات المحلية والملفات المرتبطة بيها من تقنيات بقى ومن تحكيم ومن نقل تلفزيوني ومن بنية تحتية وملاعب تصلح أو لا تصلح كل ده كل ده منظمة متكاملة لو محدش حطت الرؤية دي ومسؤولية مجالس الإدارة القادمة أنها هتمشي في خطة السردة أو برنامج العمل ده تجيب جورديولا تجيب يورجن كلوب تجيب أنشيلوت تجيب كونتي ولا حاجة تحصل